انتظروا طويلا فطال بهم الأمد تعكرت أحوالهم فلم يجدوا أمامهم سبيلا سوى الاعتصام السلمي لتحقيق أهدافهم في التمتع بالالتحاق بالوظيفة العمومية حسب ما ينص عليه المرسوم عدد واحد من قانون العفو التشريعي العام لسنة أحد عشر وألفين التحقوا بالقصبة جاءوا من مدن مختلفة فرقتهم المسافات وجمعتهم المحنة رفعوا شعارا موحدا الانتداب لضحايا الاستبداد هل انتهت معاناة ضحايا الحقبة النوفمبرية أم أن المطالبة بالحقوق المشروعة باتت مؤدية لتعنيف أصحاب هذه الحقوق كانت تعامل معنا تعامل سيء للغاية ذكرونا بالاعتقالات التي صرتنا قبل جابوا لنا رئيس فرقت منطقة الأمن مدينة تونس وجمعته ووقع تهديدنا الدرجة لهابتونا وكيد الجمهورية وكان لوزير حقوق الإنسان والعداية الانتقالية جلسة إصغاء لمطالب المعتصمين عن طريق ممثليهم وينتظر الإنجاز عنوان الوزارة معلوم وأرقام هواتفها مفتوحة هناك قائمات تفوق 700 سأمضي عليها هذه الصبيحة كيف لهذا الملف أن يتخلص من المزايدات السياسية ليرى ضحايا الاستبداد النورة أخيراً فتنتهي محنتهم حقه 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 بشي يشتغل بالتالي سمودهم هذية هو بيدوا جزء من الحل وهم وقعدين اليوم لهنا في انتظار حل جذري وجذري خاصة أنه برح بيتين عباد في العراق نحن اليوم لهنا جينا نسجل وتضامنا مع سجينة الرأي اللي نعتبر أنه التشغيل هو استحقاق ليهم هل أن التبطأ في معالجة مسألة هؤلاء تعود إلى تعقد الموضوع وتشعبه أم إلى البيورقراطية التي لم تتخلص منها الإدارة بعد أم لحداثة عهدنا بالديمقراطية أما أن نوظف الناس دون استثمار فإننا يمكن أن ندفع لهم أجر شهرين أو ثلاثة وبعدين كل شيء يقف الأولى فالأولى يبدأون بالأولى فالأولى الأكثر حاجة هم يقدمون على غيرهم والدولة وعدت بتوظيف عشرين ألف هي ستوظف عشرين ألف إن شاء الله إذا تعاون التونسيون ولم يطالبوا بالمستحيل وعلموا أن كل شيء لا بد من تقسيمه على الزمان فإننا سنصل إلى حلول إن شاء الله نصنفل في المناضلين التونسيين وقلوا هذا ناضل شوية وهذا ناضل أكثر وهذا ثوري وهذا غير ثوري هذا لا يجوز للثورة التونسية وهذا يسيء بتاريخ المناضلين هذا كاليش نحن كالجنة خاصة البرحلة تحقنا بالاعتصاف القصبة إلى حد الآن لم ينتدب أحد منهم قام المواطن التونسي بثورته ليسترجع كرمته فهل تنجح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في البدء بالمحاسبة وتحقيق العدالة دون أن تكون انتقامية أو انتقائية عدل الرزقي قناة المتوسط تونس